اشتركوا في القناة من استمرار تساقط امطار رادية غزيرة على السواحل الوسطى والشرقية والمناطق الداخلية الغربية واضاف نفس المصدر ان كمية الامطار تتعدى 30 مم محلي مرفوقة بحبات البرد الى غاية منتصف الليلة اما الولاية المعنية هي كل من الجزائر العاصمة بومرداز تيزيوزوب جاية جيجلسكيكدا عن نابة ضارف سعيدة سيدي بالعباس وتنهمسانة وفي نشرية ثانية حذرت مصالح الارصاد الجوية من استمرار تساقط ثلوج كثيفة على المرتفعات التي يصل علوها 600 متر وافاتذت النشرية ان سمك الثلوج يتعدى 25 سنتيمتر الى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم اما الولاية المعنية هي كل من بومردازة تيزيوزو البويرا البوليدا المدية عين الدفلة سيمسيلت الجلفة تيارة الاغواطة سعيدة البير سيدي بالعباس نعامة لمسان برشبور ريجا ستيف باتنا وخنجلة الخبر الموالية تعلق بصبر بوقا دومة الذي يرد بثقيل على كل من يهدد امن الجزائر حيث اكد وزير الخارجي الجزائري صبر بوقا دومة ان الجزائر لا ينبغي ان تخاف من التحديات لانها دولة قوية ولها تاريخ نظال كبير وتمتلك جيشا قويا وقال بوقا دومة في تصريحات صحفية ان عودة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبونة سترفع من وطيرة عمل الجزائر لمجابهة مختلف التحديات الخارجية واضاف بوقا دومة سنزيد من السرعة في رد ورفع التحديات وتابع وزير الخارجية قائلنا لا يوجد اي تصريحة من مسؤول اجنبية سواء كان وزير او رئيس ان يسئل الجزائر باي طريقة كانت الجزائر دولة قوية ولها تاريخ نظال كبير ضد الاستعمار الفرنسي الغاشمة ولديها جيش قوي وادارة قوية ولا ينبغي الخوف من التحديات هذا لا يعني تقليص من حجم التحديات لكن لا ينبغي الخوف منها واشار بوقا دومة الى ان الجزائر تتابع الانتخابات في النيجرة كما تتابع الوضع في الصحراء الغربية وموريطانيا وعلى البحر الابيض المتوسط في رد شديد اللهجة على نظام المخزنة المغربية الذي يحاول بشتى طرق ان يسئ للجيش الجزائري والجزائري عامة رد نزلك الصاعقة على نظام المخزنة وهو ما ظهر في ان عديد مواقع التواصل الاجتماعي المغربية تناقلت هذا الخبر واحدة تلو الاخرى فلتعلموا ان الجزائر لا تخاف من احدنا يا ايها العرب الخوان المطبعين الخبر الموالي اخوة الكرامة وهو الاهم في هذه الفقرة الاخبارية تعلق بعسكري سابق في الجيش الملكي المغربي عبد الرحيم المرنيسية الذي خرج عن صمتها وكشف مؤامرة خطيرة تحاكي ضد الجزائر حيث حذر عبد الرحيم المرنيسية من المؤامرة التي تحاكي ضد الجزائر من قبل الكيان الاسرائيلي ونظام المغربية مؤكدا ان نظام المخزنة اصبح يشكل خطرا حقيقيا على امن واستقرار منطقة المغرب العربي وشمال افريقيا وقال السيد عبد الرحيم في تصريحات له من العاصمة الفرنسية باريس ان العدو الاكبر الذي يهدد استقرار المنطقة المغربية هو النظام الملكي القائم في المغرب خاصة بعد ان فتح الباب على مسراعيه للكيان الاسرائيلي بكل ما يشكله من مخاطر امنية واقتصادية واجتماعية على المملكة وجيرانها ويرى السيد المرنيسي ان الجزائر هي المستهدف الاكبر من هذا التطبيع لانها العقدة الاكبر عند الكيان الاسرائيلي الذي يحاول بشتى الطرق ومنذ سنوات ضرب استقرارها لافتا الى ان المواقف التاريخية لدولة الجزائرية في مواجهة المخططات الصهيونية ودعم الحركات التحرورية جعلتها في قلب المؤامرات الاسرائيلية والاخطر حسبه هو الجماعات المتطرفة التي يدعمها الكيان الاسرائيلي في منطقة المغرب العربية وشمال افريقيا ما يهدد امن المنطقة برمتها مريفا ان اسرائيل بطواطؤ مع نظام المخزنة ستلعب كل اوراق من اجل اشعال فتيل الدمار بالمنطقة التي لا تتحمل المزيد من التوترات وفي حديثه عن الهجمة المغربية التي تستهدف الجزائر قال عضو الاعتلاف من اجل تنديد بالدكتاتورية في المغرب ان الجزائر اصبحت الشماعة التي يعلق عليها المغرب فشله لتخفيف من الضغط الشعبي الذي يواجهه مسدلا في ذلك بمحاولات تبرير التطبيع بما يسميها زورا وبهتانا مواجهة خصوم الوحدة الترابية ووضح في هذا الاطار ان النظام الملكي هو سبب النكسة التي يعيشها المغرب وليست الجزائر قائلا ليست الجزائر من جلبت الكيان الاسرائيلي الى المغرب وليست هي من تتاجر بالمخدرات بل هي البلد الوحيد في الجوار الذي ظل يساند الشعوب المرتهدة ويكافح في سبيل تحررها وفي ردها على بعض اصوات النشاز التي تدعي ان الجزائر هي سبب تأخر بناء الاتحاد المغاربية قال السيدة ان الجزائر لم تترك جيرانها في عز الحاجة ولم تكن سباقة لغلق الحدود لافتا الى ان نظام المغربي بالتحالف مع قوى استعمارية يجند ابواقا مأجورة لتطاول على الجزائر ويرى بان تطبيع مع الكيان الصهيونية سيعجل برحيل النظام الملكي في المغرب قائلا النظام على حافة السقوط والانهيار المدوية مشيرا الى ان المغرب يحاول اخفاء الحقائق الميدانية وما يتكبده جيشه من خصائر بشرية ومادية واضاف في هذا الاطار هناك تكتم كبير عن وفياته من الجنود لتبرير الامن القومية لكن يستضرط قائلنا غير انه في زمن رقمنا والتكنولوجيا لم يعد التكتم وجدينا والعالم كله يعلم اليوم ان الجيش الصحراوي الحق بالجيش المغربي خصائر كبيرة في الارواحي والعتادة واعتبر بسياق متصل الخرق المغربي السافر لاتفاق وقف اطلاق النار يوم 13 نوفمبر الماضية خطأ استراتيجي فادح مضيفا ان ما قام به المغرب في الكركرات جريمة النكراء وورطة يتحمل مسؤوليتها النظام المغربية ليستمر فشل النظام المغربية فحتى من كانوا يساندونه في السابقة اليوم هم ضدها الجزائر ستبقى البلد الوحيدة الذي لم ولن يطبع ابدا مع الكيان الصهيونية كما قاله رئيس تبونا اما انتم اخوة الكرامة شاركونا اراءكم في التعليقات الخبر الموالية تعلق بابرز التصريحات في محاكمة توفيق وترطاق وبوتفليقة وحنونة توفيق قال الاجتماع لم يكن سرينا ورأي انذاك ان ترحل الحكومة ويعين رئيس جديد لها زروال بصلاحية كاملة من رئيسه لكنه رفض الامر في اخر المطافة توفيق الاجتماع لم يكن التآمر بدليل حضور ممثل رئاسة الجمهورية سعيد بوتفليقة توفيق الاجتماع لم يدرس اقالد جايد صالح والامر لم يترح ابدا ترطاق السعيد هو من دعاني للاجتماع وهذا الاخير لم يكن سرينا ترطاق السيتوفيقة عمر ميدير الكومبلو وعمرنا ما خربنا البلاد حنون الاجتماع لم يكن سرينا والتقيت مع جميع مسؤولي ورأساء البلاد مع عدب مدينة حتى قاعد صالح والتقيته سنة 2014 السعيد بوتفليقة لم اكن يوما متآمرا ضد وطني وجيشي واخي عبد العزيز افنى شبابه وحياته لخدمة الجزائر دون تهاونة لم نسمع صوتا واحدا من رفاق الدربة الذين اصبحوا اموات ساجدين وجدت نفسي انا واخي احدنا في السجن والاخر في اقامة جبرية ظلما وتعسفا اما انتم اخوة الكرام شاركونا اراعكم في التعليقات وفي الاخير ما تنساوش دير النجام وتشاركونا اراعكم في التعليقات سلام اشتركوا في القناة